تعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل مستمر على تطوير خدماتها من خلال الخطط والمبادرات الهادفة إلى جد بمزيد من الاستثمارات هذه الخدمات المطورة حققت سرعة إنجاز غير مسبوقة تبعتها زيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين المحليين والأجانب تعزيزا لمكتسبات ومنجزات الوطن في كل المجالات تحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تطوير الخدمات بشكل مستمر ضمن التوجه الحكومي للتطوير المعاملات والخدمات الإلكترونية حيث استحدثت الوزارة عدة إجراءات لتسهيل العملية وتسريع وطيرتها التي تشهد نموا كبيرا ومتسارع بالإنجاز أدى إلى ازدهار هذا القطع داماً وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تبحث على أجدد سبل لتطوير تأسيس الأعمال التجارية برناها من 2016 بعد إصدار مرسوم بقانون 27 لسنة 2015 لفصل السجل التجاري عن الرخص التجارية وهذا يساعدنا على تسريع وطيرة إصدار السجلات التجارية فإذا نقارن من فترة 2015 ل2016 نسبة إصدار السجلات التجارية نمت بـ 236% وما وقفنا على حد ذلك لكننا أيضاً قلصنا من عدد المتطلبات وعدد المستندات دمجنا ورباطنا أكثر من 47 جهة حكومية في نظام واحد اللي هو نظام سجلات التجارية اللي يساعد على تسريع أيضاً إصدار الرخص التجارية هذه التسهيلات مكنت من الوصول بشكل فقال إلى المستثمرين المحليين والأجانب والدخول إليهم بطرق جاذبة وعصرية من خلال تقديم خطط نوعية وجاذبة حالية ومستقبلية طبعاً نحن نتكلم عن استخدام الاستثمار سواء كان استثمار محلي أو أجنبي نحن طبعاً دائماً نحافظ على نسبة صحية من عدد السجلات التجارية اللي يتم إصدارها وأيضاً على نسبة الاستمرارية على السجلات التجارية في مملكة البحرين نشوف الحمد لله أنه ما زال في إقبال على مملكة البحرين من ناحية الاستثمار في شتى المجالات سواء كان من جانب القطاع الصحي أو القطاع الصناعي وغيرها من القطاعات الأخرى بدأنا في 2015 في تطوير النظام دشنا المرحلة الثانية من نظام السجلات في 2018 اللي عزز كثير من الربط مع الجهات الحكومية قلصنا العديد من المتطلبات قلصنا العديد من المستندات من نسبة 80% وإحنا الآن في طور تحسين واجهة نظام السجلات بحيث تكون أسهل على المستثمر مقدمين الطلب على أساس أنهم يقدمون على الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وإدارتها وللمحافظة على جو صحي تجاري واستثماري يتم قياس نسبة الإقبال التجاري بشكل دوري وتفعيل الخطط بشكل متجدد لتشمل جميع المهتمين بمختلف توجهاتهم عدد السجلات التجارية الصادر إذا قارنها بمعدل الفترة بين اليوم وفي السابق نمت تقريبا 131% هذا يعطينا مؤشر أنه في نمو الاستمرار إحصائيات 2021 تبشر أننا نوصل إلى المستويات ما قبل 2020 نسبة النمو تقريبا 20% أو 30% عن السنة التي فاتت فهذه كلها مؤشرات تدل على أن هناك دايمومة وفي استمرارية من ناحية بيئة الأعمال التجارية شراكة استراتيجية اتبعتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع مختلف القطاعات في مملكة البحرين مكنتها من تقديم الخدمات وتطويرها لتؤكد حرص الوزارة على التعاون الدائم والعمل المشترك من أجل رفعة المملكة إجراءات مستحدثة لجذب المستثمرين وخطط تسير وفق رؤية عصرية مكنت مملكة البحرين من توسيع نطاقها في هذا المجال لتنطلق بحرية نحو العالمية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكراً للمشاهدة شكرا